موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقائق اخبارية مرحبا بكم ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم لقاء مؤسع ضم رئيس هيئة الاركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظي ووكلاء تسع محافظات ونواب ووكلاء خمس وزارات خدمية وعددا من القيادات العسكرية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمسجدات على الساحة الوطنية في ظل استمرار ميليشيا الارهاب والامام الحوثية المدعومة من ايران من خروقاتها للهدنة الانسانية واعمالها العسكرية المتواصلة وتطرق اللواء العرادة لجهود مجلس القيادة الرئاسي والاهداف التي رسمها والملفات ذات الاولوية التي يسعى الى ترتيبها وبدعم من الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والتأكيد على التزامهم المطلق في استمرار كافة انواع الدعم لاستعادة الدولة اليمنية المخطوفة من قبل ميليشيا الحوث الارهابية التابعة لايران واكد عضو مجلس القيادة الرئاسي انه لا يمكن ان تظل بعض المحافظات تحت حكم الميليشيا حتى تهدم كافة القيم اليمنية والجمهورية والاهداف والمبادئ السامية لثورة 26 سبتمبر وال14 من اكتوبر الخالدة مشددا على اهمية تطوير وتحديث المنظومة العسكرية واستمرار التدريب والتأهيل وبناء قدرات منتسبيها في مختلف التخصصات العسكرية واستكمال الاحتياجات لهذه المؤسسة التي تعتبر درع الجمهورية وصمام امان الوطن تسلم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة من فريق السلطة المحلية الذي قام بزيارة الى جمهورية رواندا تقريرا عن نتائج برنامج الزيارة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الرواندية في اعادة التعافي والاعمار عقب الحرب الاهلية التي شهدتها مطلع تسعينيات القرن الماضي وخلال الاجتماع استمع اللواء العرادة من رئيس وعضاء فريق السلطة المحلية ابرز ما خرجوا به من دروس مستفادة ومفاهيم من التجربة الرواندية في مجالات اعادة رسم وتكريس الهوية الوطنية الجامعة والتصالح والتعايش واعادة بناء وعمار البنى التحتية والخدمات الاساسية والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ للمشاريع في مختلف المجالات والاهتمام بالبيئة والنظافة وتحويلها الى هم وسلوك وثقافة مجتمعية لكل فرد مع مراعاة الخصوصية الوطنية والامكانات والقدرات المتوافرة ووجه اللواء العرادة الفريقة بوضع خطة تنفيذية ومزمنة لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية من شأنها تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات جدد رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد بن عبدالله اليدوم التأكيد على موقف الإصلاح الثابت إزاء الشراكة الوطنية في الحاضر والمستقبل لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن وعلى رأسها الانقلاب الحوثي والتحرر من عقد ومخلفات الصراعات الماضية بين القوى والمكونات الوطنية بمختلف صورها وقال اليدوم إن الإصلاح أكد وما يزال يؤكد بأن واقع اليمن وتركيبته السياسية والاجتماعية لا تقبل بأي حال من الأحوال تفرد أي طرف بالقرار السياسي وشدد اليدوم على أن مبدأ الشراكة التي نصت عليه أدبيات الإصلاح قد أكدت وقائع الأحداث وشواهد التجربة العملية ما جعلها نهجا راسخا في سياسة الحزب منذ أول وهلة أكد النائب إنصاف مايو رئيس المكتب التنفيذي لتجمع اليمن للإصلاح بعدا على أهمية النهوض بواقع عدن واستعادة دورها الرائد على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات انطلاقا من أهميتها الاستراتيجية ورحب مايو في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس التجمع اليمن للإصلاح بالحوار والتعاون مع جميع القوى والتيارات لخدمة أبناء المحافظة وقال مايو إن هذه المناسبة تأتي والإصلاحيون باقون على العهد في صف الوطن والدفاع عنه وحماية مكتسباته في مواجهة الإرهاب والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وأشاد مايو بدور الإصلاح الوطني وتضحياته الجسيمة في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب قال نائب رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمن للإصلاح بمحافظة شبو يسلم البابكري إن سير الأحداث يشير إلى أن أداء المجلس الرئاسي بحاجة للمراجعة ولا يعقل أن يكون المجلس غطاء لتمرير مشاريع تستهدف ثوابت الدولة اليمنية أكد البابكري أن مباركة وتأييد المجلس الرئاسي لا تعني الصمت عن أي أخطاء في الأداء ولا معنى للدولة اليمنية بدون الجمهورية والوحدة أشار البابكري في حوار مع موقع سوهيل نت إلى أن الانقلاب على الدولة خلق واقعا جديدا أصبح فيه الإصلاح جزءا أصيلا من المشروع الوطني المقاوم للإرهاب الحوثي وأوضح أن الإصلاح جزء أصيل من الشعب اليمني الذي يتعرض اليوم لأبشع حملة تستهدف هويته الوطنية ومكتسباته التي ناضل وضح لأجلها طويلا وذكر البابكري أن هناك مشاريع تستهدف سلخ اليمن من هويته كما تستهدف النظام الجمهوري والوحدة اليمنية كأهم مكتسبات وطنية مؤكدا على أهمية إعادة تقييم إدارة المعركة ضد الميليشيا الحوثية وصل إلى مدينة تعز جثمان أسيرين توفي تحت التعذيب في سجون ميليشيا الإرهابي والإمام الحوثية في العاصمة المختطفة والمحتلة صنعاء وتوفي الأسير ليث عبد العزيز وهو من سكان منطقة الحميراء بمديرية صالة توفي تحت التعذيب الوحشي في سجون الحوثي بصنعاء الذي كان قد أسر في العام 2021 في جبهة الساحل الغربي كما توفي الأسير عبد الباري إبراهيم وهو من سكان مديرية صبر الموادم وأسر في جبهة كتاب في العام 2019 حمل مجلس الأمن الدولي ميليشيا الحوثي مسؤولية أزمة المحروقات الأخيرة التي شهدتها مناطق سيطرتها واتهمهم واتهم الميليشيا بخرق اتفاق استوكول ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان أطراف الصراع في اليمن إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار وأدان البيان جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز وأكد عدم وجود حل عسكري في اليمن وأدان البيان العرض العسكرية الميليشاوية الأخير للحوثيين في الحديدة وشدد على وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية التي تنتهك اتفاق الحديدة أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية كما أعرب عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز تماشيا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجيناي في الحجرف المجتمع الدولي للضغط على الميليشاو الحوثية للانخراط في العملية السياسية وأكد الحجرف خلال استقباله للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ بمقر الأمنة العامة بالرياض دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الأممية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في اليمن وشدد الحجرف على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمبارسة الضغط على الميليشاو الحوثية لانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المعتمدة كما شدد الحجرف على همية دعم مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية قال رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباط إن إجمالي الإرادات التي استوفتها مصلحة الجمارك خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري بلغت أكثر من 476 مليار ريال وسعرض القباط ما شهدته مصلحة الجمارك خلال الفترة الماضية من إنجازات على مستوى العمل الإداري والفني والبنية التحتية وربط المصلحة وفروعها بشبكة قاعدة بيانات متكاملة يعتد بها في باقي المرافق قاعدة يمكن الاعتماد عليها أكد القباط إلى أن الإنجازات التي تحققت جاءت بفضل جهود كوادر المصلحة ودعم ورعاية رئيس وعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتطرق القباط إلى جهود المصلحة في تطوير كادرها من خلال الدورات الخارجية وكذا التأهيل الداخلي في مراكز التدريب في مقر المصلحة الحالي ثمنت منظمة أطباء بلا حدود جهود وزارة الداخلية في إطلاق موظفيها المختطفين وضبط الخاطفين جاء ذلك خلال لقاء وكيل أول وزارة الداخلية لواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف اليوم بسيئون قائد فريق إدارة الأزمات بمنظمة أطباء بلا حدود استنيفاني نوبرت أوضح الوكيل الشريف أن عملية تحرير المختطفين والوصول للخاطفين جاءت عقب عملية متابعة وتحر واسعة للأجهزة الأمنية أكد أن وزارة الداخلية حرصت على سلامة المختطفين أثناء تنفيذ عملية تحريرهم مشددا أن وزارة الداخلية لن تتهاون أو تتساهل مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن أو تعكير الصفو العام للمواطن والمنظمات العاملة في المجال الإنساني التقى وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الأمين الدكتور محمد ديب درباع تناول اللقاء موضوع بناء القدرات للكادر الفني في أقسام الأطراف من خلال مشروع منح تعليمية في مجال علوم الأطراف لعدد من الكوادر المحلية وفقا لمعايير معتمدة تضمن الاستدامة للبرنامج الدكتور بحيبح ثمن الدعم المقدم من قبل المركز مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية عبر الجمعية في مجال الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي مشيرا إلى أن الوزارة تولي مراكز الأطراف أهمية كبرى نتيجة لتزايد عدد الإصابات الناتجة عن الألغام التي تزرعها ميليش الإرهاب والتمرد الحوثية ويصاب بها الأطفال والنساء خرج الصباح اليوم مسيرة احتجاجية في منطقة المركز بمديرية الشمايتين في محافظة تعز للمطالبة بحماية الممتلكات العامة التي تتعرض للتعدي من قبل بعض المتنفذين كما تضامن المحتجون مع الصحفي نعمان الأصبح جراء ما تعرض له من اعتداء على يد بعض أفراد أمن مديرية الشمايتين أكد المحتجون أن الاعتداء على الطريق التي تبرع بها ملاكها قبل خمسين عاما للمصلحة العامة وأنها تخدم العديد من القرى والعزل مطالبين بحمايتها ومنع أي محاولات لإغلاقها حصد الطفل اليمني الموهوب محمد فواز العامر المركز الأول في الموسم الثاني من تحدي الإلقاء للأطفال الذي ينظمه مجمع الملك سلمان العالمي للغات العربية وشارك فيه أكثر من ألف طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة والثانية عشر من جميع دول العالم فيما حل الطفل اليمني يزن كرامي على المركز الثالث وكان المركز الثاني من نصيب السعودي سعود الشهري ونشر مجمع الملك سلمان العالمي للغات العربية أسماء الفائزين على حسابه رسمي في تويتر حيث حصل الطفل اليمني محمد فواز العامر على مبلغ وقدره ثلاثين ألف ريال سعودي فيما حصل الطفل السعودي سعود الشهري على مبلغ وقدره خمسة وعشرين ألف ريال ونال الطفل اليمني يزن كرامي الحاصل على المركز الثالث عشرين ألف ريال سعودي وبارك مجمع الملك سلمان للغة لجميع الأطفال الفائزين البالغ عددهم ثلاثين طفلا في المسابقة والتي أقيمت بنسختها الثاني على مستوى العالم ودعا أولياء أمورهم لسرعة التواصل مع المركز دقائقنا الإخبارية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة